اشتركوا في القناة جولاي يوليو 2024 يا عزيزي بتحقق بهالشهر تقدم لبأس فيه وبالتحيط بعض المشاكل بلمسة حنان حتى تعالجها بدون أزع يمكن تواجه بعض المشاحنات الصغيرة بالعمل بين الزملاء وتشوف أنه الأسباب منى بهالحجم يلي بيستاهل كل هالمونيكافات تشعر كأنك بحضانة أطفال بدك تطيب الخواطر سواء بحياتك المهنية أو الشخصية أو العائلية بهالشهر بس لح تمسك أنت بزمام الأمور وتتخطى بعض الاعتبارات الشخصية بعقل راجح وحكمة بالتصرف كوكب ميركور ببرج الأسد بيخدم تطلعاتك وأسليبك وطريقتك بشكل ممتاز حتى أهدافك بتحققها بطريقة سليسية بيجعلك هيدا الكوكب قائد بمحيطك رافع راية السعي الحثيث لبلوغ الأهداف والصراحة بمواجهة أي عقبات بتبرز شؤون مالية تضطرق لأنت بهدوء وبتحرز أرباح ولو كنت الحركة بطيئة بسبب تراجع كوكب ساتين هالتراجع بيقدي إلى بروز بعض المصاعب غير المنتظرة تستدعي تصويب بعض الخطط وتجنب ارتكاب الأخطاء الصغيرة يلي عم تطرق بسبب التسرع الجو الفلكي بيطلق منك التأني بس كمان بيحميك عند اللزوم وبيجعلك تستدرك بعض الإشكالات لتدوير الزوايا يمكن تكون هيدا مهمتك الأساسية حاليا هيدا الوقت اللازم حتى تخوض بعض المجازفات وتفرض سلطك على بعض النواحي المهنية بتزول عقبات برزت بالأشهر الماضي خاصة لما يلتقي فينيوس بمركور اعتبارا من تاريخ 12 ببرج الأسد تتقدم بطلب وتحصل على موافقة أو دعم وهالشي لا تاريخ 20 بعدين بينتق الكوكب مارس حتى يعاكسك ابتداء من 21 وكمان ميركور اعتبارا من 26 بيلتحق فيه صرت تفهم على الخريطة الفلكية ما هيك لازم تتصرف بأي وقت من الأسبوع بطريقة جيدة وبالأسبوع الأخير بدك تبتعد عن العراضات وعن البطولات الوهمية يا عزيزي كواكب بتصير مشاغبة معك وبتفرض بعض الضوابط يعني الفترة الأولى أفضل بتنجز في ليلة عمل أو بتحقق أمنية هذا على الصعيد المهني شو على الصعيد العاطفي بفيديو تاني اشتركوا في القناة